في طاقة سامة في حياتك أو أنك أنت عم بتمارس إدمان إما على شخص إما على موضوع معين طول الوقت عم بتفكر فيه عايش يمكن بصراعات كنت عم بتحاول الانتصار عليها عم بتحاول الوصول للحقيقة فشايفك يعني عم توصل لهذا التوازن شايفة في مش موت في نهاية لأشخاص كانوا عم بعادوك أو إنهم رح يبتعدوا عنك فشايفة إنه أنت فوق وهم تحت كمان هذا الكرت ممكن يكون استشفاء منطقات سلبية عم بتحاول إنك تستشفي بنوع من الأنواع خلينا نشوف بشكل عام بعدين شوي يعني نلقي نظرة على العاطفة بالنسبة لبرج السرطان بشكل عام برج السرطان عم بتحاول إنك تسافر يمكن عم بتحاول إنك تطلع من مأزق معين عن طريق السفر خلص البعد تماما عم بشوفك شوي متضايق بشغلك أو بموضوع المال ولكن عم بشوف تحسنات في هذا الموضوع في مشروع في شيء أنت بتحاول إنك تحييه بتحاول إنك تحييه طول الوقت يعني مصر عليه شايفيته عم يمشي على خير ولكن هذا الموضوع بيحتاج كتير جهد منك وإنته فعلا ضيعت كتير جهد على هذا الموضوع عم بتنازع ناس أو عم بيكون في شوية مشاكل بينك وبين ناس معينين آآ ممكن يكونوا في العمل ممكن يكونوا في العمل هذول الأشخاص عم بتكون على صراع دائم معاهم فشايفي فيه ترابط بين هذا الكرت وهذا الكرت يعني هما إجوا فوق بعض فشايفي إنهم هما رح يعني كيف يقعوا بنفس الحفرة اللي حفروا لك إياها أو إنه هما رح ياخدوا إذا مش قريدي صار يعني أو إنه رح ياخدوا جزائهم ففيه كارمة كبيرة من هاي الناحية إذا انظلمت إنت رح تاخد حقك في هاي الفترة إذا مش قريدي أخدته لأن واضح جدا بالكروت آآ هذا الكرت آآ بشوفه أكتر لإحياء جوانب حتى لو مش مشروع آآ جوانب في شخصيتك أنت كنت مهملها أو كنت آآ عم تتطلع على الأمور بسطحية شايفيتك عم تتواصل مع روحك الداخلية عم تحيي آآ الأمور اللي ماتت آآ جواتك آآ مثل الفراح السعادة إليك فترة ما انبسطت فعم بشوفك بتحاول إنه تتغير بتحاول إنك تتغير داخلك كمان مش بس آآ الخارج آآ ولكن كمان من الخارج إنت عم تهتم كتير بهاي الفترة يمكن آآ عم آآ للنساء عم يفكروا بعملية تجميل آآ أو إنه يعني نقصوا وزنهم يعني إيش يلو علاقة بالهيئة بالشكل أو إنه يشتروا كتير هاي الفترة أواعي ملابس آآ فعم بتكون كتير عم تصرف على هاي الأمور يعني عم تهتم من الداخل ومن خارج عم بشوف في توازن في الموضوع الصراعات اللي كانت موجودة في داخلك عم بترسى على بر عم بتوضح الأمور قدامك عم ينتهي هذا الصراع آآ في البعض من برج السرطان عم بيشتغل يعني بجهد كبير كبير خوفا آآ من الناس اللي قلنا يمكن عليهم إنه يأسروا عليه في لأنه هما بأسروا فعلا بشكله خطر على مستقبله على كذا آآ فهو عم يشتغل ما عم يخلي غلطة يعني عليه عم يشتغل بتركيز آآ ما عم يخلي حدا يعني يتشمت في عم بشوفه بيبدل جهد كتير هاي الفترة يمكن خايف برج السرطان من إنه يترك وظيفته أو إنه يعني يتروح من وظيفته خلينا نقول آآ ولكن لا أنا شايفيتك قاعد يعني ومستقر بالعكس في تطور بالمستقبل آآ شايف كمان إنه في وفرة مالية في نهاية هاي الفترة آآ أو إنك مقدم على شي مقدم على قرض مقدم على أو بتستنى في إرث معين المهم في قضية يعني آآ فيها مال إزا كانت في المحكمة فهي لصالحك أو بشوفها أكتر إنها مش محكمة بشوفها أكتر آآ عن طريق التراضي يعني إنه ما بتوصل للمحاكم وإزا كانت وصلت للمحكمة بموضوع معين فالنجاح لإلك ولكن شايفي فيه شوية صبر عم بتحاول تكون صبور فكون صبور هاي الفترة برج السرطان من بعد ما كنت منعزل من بعد ما كنت آآ تحاول تكون لحالك آآ في أغلب آآ الأمور وكأنك فقدت الثقة في كل اللي حواليك بالفترة الماضية آآ حاسيتك لا يعني عم بتكون آآ أكتر اجتماعية بالفترة الجاي أكتر آآ أكتر آآ أكتر انفتاح على العالم يمكن عم آآ حتى تتواصل مع ناس عبر الانترنت آآ بهدف العمل أو ممكن علاقة حب بتكون ما بعرف بس عم تتواصل ب بطريقة كبيرة آآ آآ من للخارج آآ أو حتى سفر رح تسافر آآ ممكن للبعض منكم اللي بستنى سفر رح تسافر هذا الشهر رح يكون سفر ولكن سفر آآ غير المتوقع يعني رح تآ يعني بتكون اول شي متخوف منه من هذا الصف بتكون بدك اياه اوكي لكن بتكون متخوف كتير عندك تخوفات كتير ناحية السفر بس نبين انه البلد الجديد او المكان الجديد اللي انت رايح عليه آآ مكان رائع احسن من المكان اللي انت فيه حاليا هون بشوف شخص من طاقة نارية او مائية حتى ممكن تكون ترابية عم بيحاول يتقرب منك البعض منكم في العمل آآ هذا الشخص يعني له فترة عينه عليكم له فترة عم بيحاول اللي يراقب السلوك تبعكم عم بيحاول يدرسكم لانه في عنده علاقة جدية مش اللي هو بده يلعب. فرح يدخل حياتكم هاي الفترة فان شاء الله يعني يكون على خير هذا الموضوع. وشايفيته انه بيمشي للجدية يعني في فيه استمرارية بالموضوع. آآ شايفيتك انك آآ طبعا يعني الناس اللي بيستنوا حمل او كزا في احتمال انه يصير فيه حمل هاي الفترة لكن ينتبهوا من الاجهاض يعني ما يبعدوا عن هذا الموضوع. موضوع الاجهاض او هاي المواضيع. خلي الامور طبيعية. آآ شايفة للناس اللي خلينا نقول اتعدوا حد آآ يعني سن معين او تأخروا بالزواج. انا ما بسمي تأخر بالزواج. ولكن في ناس بيفكروا انه آآ هما تأخروا في الزواج او عندهم افكار سلبية من هادا النوع. بشوف هدول الاشخاص رح يتقدم لهم هاي الفترة شخص مناسب. رح يلتقوا بشخص آآ على علاقة جدية. في يعني ما نضيع آآ فرص. حتى لو كان في شخص قديم في حياتنا. يعني نفكر بعقلنا اكتر خلينا نقول. خلينا نشوف من ناحية عاطفية هيك بشكل عام. برج السرطان شو في عنده? برج السرطان في كار ما رح تتحقق. في استشفاء. عم بتحاول تنسى الشريك او الشريك عم بحاول ينساك. لكن في سعادة يعني آآ بنهاية العلاقة. النهاية رح تكون آآ سعيدة جدا. العلاقة عم بشوفها بالفترة الجاي عم بيكون فيها توازن اكتر. عم تكون على اسف صحيحة. آآ عم يؤدي للارتباط. انا شايف هاي علاقة جدية. مش آآ علاقة يعني. قبل شوي بيّنوا العزاب عنا. وهلأ و. اوكي. و هلأ عم بيّن. و بيّنوا برضو متأخرين شوي في الزواج. وهلأ عم بيّن عندي نوع من الفراء يعني في ناس مفترئين. فشكله كل برج السرطان رح يفرح ان شاء الله هاي في فترة. حسنا خلينا نشوف. زي ما قلت لك في آآ في آآ يعني في استشفاء او آآ عم تحاول انك آآ تنسى آآ ايش شريك. لكن بالنتيجة آآ طبعا القراءة حبايبي ممكن تكون عكسية. لانه قراءة عامة وعاطفية. آآ شايفيتك. يعني شوف هون طلع عندك تسعة وتسعة. يعني قربت كتير من نهاية الموضوع. قربت كتير من النهاية السعيدة. آآ شايفة هاي العلاقة زي ما قلت لكم بتودي على الارتباط لانه في عنا اربعة هون اللي هما اربع يعني دعائم. هو كأنه شيء يعني انا بفسر لكم الكارت عشان ما تستغربوا. آآ لانه بعضكم يعني طلبني انه مثلا ليش ما نغير الكروت اللي بنفتح عليهم. انا كنت آآ استعمل كروت معينة عشان انتو تفهموهم وتكونوا يعني معاي بالقراءة وآآ بس. آآ بس ازا بيتكم كل مرة بنفتح بكروت آآ شكل ما في مشكلة. إذن هذا الكارت انا بشوفه في دعائم اربعة. اي شيء بتحطه على اربع دعائم بتكون آآ يعني على ارض ثابتة. يعني موضوع جدي انا بشوفه. مش موضوع اللي هو عابر او كزا بينك وبين الشريك. انتو ناس مفترقين اكتر. آآ شايف في اخبار كمان عم بتريح لك بالك عم آآ بيكون آآ يعني امور. امور انت مفكرها كانت آآ شر او كزا آآ امور مشاكل انت وقعت فيها انت والشريك. آآ لكن آآ لا في تطمينات بعدين في يعني رح تنتهي هاي الامور كل اياتها رح تختفيه. رح يصير في فرصة للقاء بيناتكم رح تلتقوا. او تتواصلوا ممكن على الانترنت على التلفون ما بعرف. المهم آآ في كار ما عندك رح تتحقق. وجاي تحتيها اللي هم يعني شايف هدول الكارتين اكتر على المال. في ناس آآ يمكن آآ راح من ايده مبلغ من المال رح ربنا يعوده. وكمان بالحياة العاطفية يعني آآ عم بشوف انه عم بيحصل على حقه من هاي العلاقة العاطفية. خاصة ازا كان مظلوم ازا كان يعني مش منه الغلط. فعم بيرجعله حقه كامل. عم بشوف آآ في انتصار على اهلاقة ثلاثية ممكن تكون او على الشريك نفسه. شايف اللي بلش بالغلط او اللي عمل الغلط عم ياخد جزاؤه. وهاي قراءة العكسية ممكن تكون اليك او للشريك. هون شايفة كل ما بتحاول تتشافه وانك آآ تنسى الطرف الثاني بالعكس عم بتزداد آآ حب لالو عم بتزداد آآ تزداد نار الحب آآ كل ما بعدته بالعكس عم بتحبه بعض اكتر. آآ شايفة هون كمان. في عندك نهاية لموضوع بداية لموضوع جديد. على صعيد العاطفة للمنفصلين انا بشوف هذا الكرت انه نهاية لآآ مشاكل نهاية لطرف تالت نهاية لعوائق وآآ آآ انتقال آآ موضوع تاني على العكس تماما طاقته معاكسة للوضع الاولاني. فعن بشوف من آآ من السلبية رح تروح للاجابية العلاقة. كمان بالعلاقة الثالثة آآ رح يكون في اللي هو الطرف الثالث هو الخسران بالموضوع. رح يكون فيه انتصار على الطرف الثالث. الطرف الثالث آآ رح ما باعرف بسميها فضيحة او آآ شي مشكلة كبيرة رح تصير بين الشريك وبين الطرف الثالث ازا كان في طرف ثالث آآ رح يعرف الشريك انه انت اللي على حق وهدول الاطراف او الطرف الثالث آآ هو اللي كان عم آآ يعني بحاول يغميله على عيونه. آآ شوف طلهلك تسعة وتسعة يعني قلت لك قبل شوي انه يعني القرب من آآ نهاية الموضوع الا آآ اولة في الحياة يعني دورة حياة آآ قاتمة رح تخلص وتبلش عندك دورة حياة جديدة. فيه اشياء برج السرطان من الفترة الجاي او اوريدي عاشها اللي هي اختلاف آآ كبير في الما اظن انه كان في عنده ركود يعني فيه كانت تغييرات في الامور آآ عم بتكون آآ مخاوفك كل ياتا عم تتأكد انها هي مجرد مخاوف آآ رح يعني آآ تروح لطريق الحقائق والواقع رح تكون كل الامور واضحة قدامك آآ رح تستغل الفرص اللي كنت في اول الفترة عم بتضيعها عم تستغلها كلياتها. هاي الفترة شايفتك شوي آآ مع المادة عم بتحافظ آآ كتير على الفلوس اللي معك واكنه آآ يعني محضر حالك لفترة صعبة او ما بعرف ليش بس شايفيتك ماسك شوي ايدك هاي الفترة آآ آآ يعني صح عم بتبعزق على امور آآ يعني لبس وكذا وهات بس آآ بالامور آآ المبالغ الكبيرة لأ عم بتحس عم بحسك عم بتجمد عم آآ بت بتحوش لموضوع كبير لمشروع كبير آآ ممكن يكون للزواج ممكن يكون للارتباط لهدول الناس. فشايفي الامور العاطفية رايحة للطريق الصحيح رايحة ولكن آآ بتدرج بشوية صبر. آآ خلينا نشوف الاوراكلز لبرج السرطان نصيحة شو بتقولهم.